أسعدتم أوقاتا أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال كونوا درسنا لهذا الأسبوع هو حرف الزال سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية الاستماعي إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمن قصة حرف الزال وجبة الفطور أفطرنا مع الإفطار جماعيا أحضرت زينب الزيت والزعتر أحضر نزار الزيتون من مزرعتهم الطيبة أما زيت فأحضر الخبز الطازج الذي أعدته والدته تناولنا الطعام بشهية وحمدنا الله على نعمته النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الزاي وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من أشياء وصور تحتوي في صوت اسمها على حرف الزاي وتنتقل إلى قصة حرف الزاي بعنوان الزرافة زهرا ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة الزرافة زهرا وتأمل الصور الموجودة فيها من ثم محاولة إعادة سرد قصة الزرافة زهرا بلغتك الخاصة ستقوم هنا عزيز المفكر بقراءة الصور والكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الزاي في أول ووسط وآخر الكلمة وكل هذا في كلمات قصة الزرافة زهرا بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتأمل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الزاي وصوت حرف الزاي الزاي وأيضا عليك نطق حرف الزاي مع المدود القصيرة والمدود الطويلة الفتحة والضماء والكسرة زا زو زي زا زو زي وأيضا هنا عزيزي عليك أن تجرد حرف الزاي من الكلمات المعروضة أمامك وأن تقوم أيضا بكتابة حرف الزاي في الفراغ المناسب له أما هنا عزيزي المتواصل عليك أن تقوم بمهارتي التحليل والتركيب وذلك من خلال تحليل المكلمة إلى مقاطع صوتية وتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة المقطع الصوتي والثاني زا الثالث نا عندما نجمعهم مع بعضهم تصبح كلمة وزنة وأن تحلل كلمة زيتون زي المقطع الأول تو المقطع الثاني ونو المقطع الثالث وأخيرا عليك أن تقوم بقراءة بعض الكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الزاي وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الزاي هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بتوظيف مهارة إدارة الوقت وذلك بإنهاء المهمة ضمن الوقت المحدد فستقوم بكتابة حرف الزاي منفصلا بهذا الشكل وأيضا أن تكتب حرف الزاي مع المدود الطويلة زا زو زي وأخيرا أن تقوم بكتابة كلمة زيتون هذا كل ما لدينا في درس حرف الزاي أسعدتم أوقاتا ستقوم بكتابة حرف الزاي